وأذكركم أننا النهاردة ابتدينا الملف الثالث من ملفات بناء القرآن لنا القرآن يا بنيني ونحن نتكلم في شهر القرآن فبنينا ملف الذات ثم ملف الأسرة والآن نتكلم في ملف العمل وأول قيمة وأول ركيزة وأول لبنة في الكلام عن العمل إن العمل عبادة إن العمل عبادة 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 الله سبحانه وتعالى فيها أوصاف العبادة أن تعبد الله كأنك ترافة إن لم تكن ترافة هو يراك ولذلك الآية بتقول وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَارَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ إذن العمل عبادة ينظر إليه الله سبحانه وتعالى وده معنى إيه معنى إن الشخص اللي قاعد وعنده حالة من الاعتمدية على غيره ده شخص وكأنه يفر من العبادة وكأنه يجعل نظر الله أهور النظرين إليه يبقى الشخص اللي عنده اعتمدية ده بيفقد معنى العبادة لأنه فاقد معنى العمل ولا يا سلام بقى لما واحد يحاول بقدر الإمكان إنه يعمل ما كرهه وحضرة النبي فيتسول مثلا يتسول يعني إيه ما يروحش يعمل لا ده بيعمل عكس العمل بدل ما يعبد الله سبحانه وتعالى بيحتال لكي لا يعمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلها معاني تدل على إن الناس مش فاهمين قيمة العمل مش فاهمين إن العمل ده هو الذي يبني الإنسان العابد لله سبحانه وتعالى بغير العمل الإنسان لا يرى حلوة الرزق لا يرى جمال مدد الله سبحانه وتعالى لا يرى نور الله وسنده ومدده ودعم له ولذلك لازم نعمل عشان كده عشان نقدر نشوف إن العمل العبادة لازم نعمل حاجتين مهمتين جدا 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 أول حاجة لازم نعملها لازم يكون فيه أعمال تطوعية في حياتك يعني لا تقتصر في حياتك على الأعمال اللي أنت بتكتسب فيها بس لكن أنت كمان لازم تعمل أعمال كمان تطوعية عشان تحس إن العمل ممكن ينتشر ويكبر وتحس فعلا إن العمل لمس مسائل العبادة الأمر الثاني أن أنت لازم كمان مفهوم العمل توسعه فتعمل كمان في أسرتك ونزاك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله فلازم تعمل عمل يخص أهل بيتك على أقل ساعة في اليوم أو تلات مرات في الأسبوع تعمل أعمال خاصة بالبيت الحاجة الثالثة كمان اللي بتنشط فيك إن العمل عبادة إن أنت دايما لما تنجح في عملك تقول كده الحمد لله على التوفيق لازم ترى عملك محل للتوفيق لازم ترى عملك محل لمدد الله لمحل الكرم الله تالت حاجة واللي تخليك تحس بإنك بتعمل العمل دا وتلعمل عبادة إن أنت تربط العمل بالعلم إن أنت تتعلم من أجل عملك كل يوم مسألة كل يوم حاجة تتعلم قضية وتتعلم حاجة وتقصد بها إن أنت تربط العلم بالعمل عشان عملك يكون مسبوق بعلم وساعتها تحس بإن العمل عبادة ويا سلام لو يبقى لك دعاء قبل دخول العمل وبعد تخرج من العمل إن أنت تقول اللهم إني أسألك أن تعني على الخير والعمراني والرحمة يا جميل اجعلني من أهل الجمال في هذا العمل وإنت خارج اللهم اجعل هذا عملي في ميزان حسناتي واجعله بابا مفتوحا لي للدخول في حضرتك وبارك لي بعملي هذا في حياتي كلها لازم نعمل كده عشان العمل يرجع مرة تاني عبادة الحمد لله على نعمة العمل والحمد لله على إن ربنا نوع علينا ولون علينا أنوان للعبادة حتى أصبح الكسب عبادة